قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن زيدي بن أسلم عن عمري بن معاذ الأجهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقر أن أحدى كنا لجارتها ولو كرع عشات محرق حسن حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن وردان قال أخبرني عبيد بن حني مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا لك ولا عليك حسن عبد الصمد قال حدثني ضيلم أبو غالب القطان قال حدثني الحكم بن جحل قال حدثتني أم الكرام أنها حجت قالت فلقيت امرأة بمكة كثيرة الحشام ليس عليهن حلي إلا الفضة فقلت لها مالي لا أرى على أحد من حشمك حليا إلا الفضة فقالت كان جدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه علي قرطان من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيهاباني من نار فنحن أهل البيت ليس أحد منا يلبس حليا إلا الفضة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيدي بن أسلم عن عطائي بن يسار أن امرأة حدثته قالتنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقلت تضحك مني يا رسول الله قال لا ولكن من قومين من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم مثل الملوك على الأسرة قالت ثم نام ثم استيقظ أيضا يضحك فقلت تضحك يا رسول الله مني قال لا ولكن من قومين من أمتي يخرجون غزاة في البحر فيرجعون قليلة غنائمهم مغفورا لهم قالت ادعوا لها أن يجعلني منهم فدعا لها قال فأخبرني عطاء بن يسار قال فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبيري إلى أرض الرومي هي معنا فماتت بأرض الرومي دثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عوينة عن موسى بن عبيد عن سفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعو حثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن اسحاق عن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نصائهم وكانت قد صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اختضبي تترك أحدى كن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى وإن كانت لتختضب وهي بنت ثمانين ترجمة نانسي قنقر